بينما تقترب السنة المالية من الانتهاء تشهد الساحة التشرعية حراكاً لتعديل بعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية لكن تبقى هذه التعديلات رهن قرار الحكومة وصلاحياتها القانونية لتلاف استمرارية المشاكل التي تصيب قانون الموازنة دائماً عدد من النواب يسعون داخل البرلمان بمقترحات تنص على تعديل عدد من الفقرات والنصوص في موازنة 2024 في الوقت الذي ترسل فيه الحكومة جداولها قبل انتهاء العام الحالي أثناء تطبيق موازنة 23 وجدت بعض الثغرات مثل عدم تثبيت العقود حذف درجات الملاك من دوارد التهمر الذاتي مثل عدم حساب الشهادات مثل تحويل المدني في الدفاع والداخلي وغيرها من المشاكل التي شاهدناها هذا الثاني تطبيق فما معقول الناس ستنتظر إلى عام 2026 بدأنا نطرح هذه الفكرة على سأنه تساعدوننا كإعلاميين وكشباب وكمدونين وغيرها نسو ضغط على البرلمان وعلى الحكومة أنه تسمح بالتعديل لأنه أكونية لغيرة الكتلة السياسية فقط جداول ووفقاً لقانون الإدارة المالية والدين العامة فالموازنة الثلاثية التي أقرت اعتبرت سنتها الأولى وجوبية التطبيق أما السنتان اللاحقتان فيجوز التعديل فيها إذا كانت المتغيرات حال مراجعتها قابلة للتغير ويبقى بعدها للحكومة القرار والصلاحية القانونية في أي جنبة مالية جديدة تضاف في قانون الموازنة البرلمان يمتلك تعديل فقط الجداول لكن الفقرات الأساسية التي تتعلق بالمال يعني كما تقول المادة 62 دستور البرلمان يمتلك المناقلة يمتلك التخفيض لكن لا يمتلك الزيادة لهذا قانون الإدارة المالية والدين العام يعتبر السنة الأولى سنة أساس غير قابلة للتغيير ثم السنوات الأخرى حسب تغيرات الظروف يمكن تغييره التحرك التشريعي لعدد من النواب لتعديل بعض الفقرات في موازنة 2024 بحاجة إلى مساندة حكومية في تأييد مقترحات التغيير منعا للعوارد القانونية أحمد ليث بغداد قناة الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر